أربعة صواريخ سقطت في قرى سقة وبرداد وصفر رامة إحدى هذه الصواريخ سقط على منزل المواطن سلطان عبدالله أحمد تسبب بتدمير جزئيا للمنزل وإصابة الشاب هشام سلطان الذي تم نقله إلى مستشفى النجمة حوالي الساعة عشرة سمعنا أول صاروخ نحن بالقرير اللي تحت وقع الصاروخ خارقنا نتفرق الثاني مرة يعني صاروخ وقع ببرداد والثالث وقع هنا والرابع وقع بقرير اللي أثام عندما وقع خارقتونا ساعة ما شبتو قاستو البيت واتصلوا هناك نقول لهم هنا تسروا بخارتكم يعني شوفوا خارتكم وابوي اتصلنا قالوا ما الحمد لله سلامة ما فيش الله واحد اللي تعوار أنقضوا النور ودنونا شما معي هنا الوالد يا وأخي قلسيني هيك بالباب وقع قلتولهم هي دخلنا فقع يعني غدر قدم عيوني يعني ما تخيرت كما تشاهدون يعني شوف كيف الانفقائر والشضاء ودعش في مليان خلاص يعني ما قدرت يعني حاولت دخلهم يعني قد تلاقيت إرهاب المواطنين الآمنين في منازلهم قرائم دأبت على ارتكابها ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح في الكثير من مديريات تعيذ مع كل هزيمة تلحق بميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح في المواجهات المباشرة مع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تلجأ الميليشيات إلى قصف الأحياء والتقمعات السكانية بصواريخ الكتيوشا في محاولة خلق نصر إعلامي ولو كان على حساب حياة المواطنين فوازي الحمادي قناة بلقيس من قرية سقة بنقد قسيم تعيز